وتأتي مبادرة ابدأ بهدف الارتقاء بالصناعة المصرية وتطويرها بالإضافة إلى ضخ استثمارات جديدة وتوفير مزيد من فرص العمل خلال السنوات الأربع القادمة بالإضافة إلى أنها تمثل دعما كبيرا لتحقيق التنمية النهاردة احنا من محافظة سهاج بنشهد اطلاق اليوم التدريبي الأول في إطار مبادرة ابدأ حياة اللي بتستهدف تدريب عدد من الشباب بهدف التحقيق التمكين الاقتصادي المبادرة بتتم بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة وبالشراكة مع محافظة سهاج وبالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي بنستهدف في خلال أيام الدورة التدريبية تدريب الشباب على بعض الحرف اليدوية بهدف تمكينهم اقتصاديا وتأهيلهم للتواجد في سوق العمل الدورة على همشها بيتم تنظيم بعض الفعاليات أحداث رياضية وأحداث ترفيهية الحقيقة المبادرة دي كانت مبادرة قوية جدا ومحترمة وكتير جدا من الشباب كان مقتنع وعحابي بيقدم فيها لأنها بتأهيلهم وتدربهم وتجهزهم لسوق العمل احنا تقدم لنا عدد كبير جدا من الشباب قدرنا نعمل انترفيوهات مع أكثر من حد من الشباب لنختار أفضل الشباب وأكثر حد ممكن يكون قائد في مجال شغله فيما بعد حد من الشباب يكون يقدر يفتح ورشة نساعده يفتح ورشة ازاي او نساعده ازاي يكون قائد في مجال شغله احنا عندنا أكثر من قسم في التدريب في المخلال المبادرة قسم خاص باللحام قسم خاص بالخراطة قسم خاص بسيارة الأجهزة الكهربائية والمنزلي قسم خاص بالألمونتاق قسم خاص بالتبريد التكييف الحقيقة المبادرة كان اختناع كبير جدا من الشباب وفعلا احنا عندنا نسبة بطالة كبيرة جدا في المحافظة وكان عدد كبير جدا من الشباب حابب وقتنع جدا بالفكرة وكانت فكرة عظيمة وفكرة أكثر من رائعة بتعليمات معالي الوزير محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي علشان نساهم مع شركة ابدأ لتدريب مجموعة من سكان كرة حياة كريمة المبادرة الرئيسية حياة كريمة بنقوم بتدريب مجموعة من شباب سكان كرة حياة كريمة المبادرة الرئيسية حياة كريمة بيقوم بعملية التدريب مجموعة متخصصة من مدربي الإنتاج الحربي وباستخدام معامل وورش التدريب المتنقلة التابعة لقطاع التدريب بالإنتاج الحربي كمساهمة من الوزارة لتنفيذ توجهات السيد رئيس الجمهورية الخاصة بعملية التدريب لقرى حياة كريمة النهاردة المبادرة في سوهاج أهدفها الرئيسية هي تشغل الشباب بالعضن على الأمل وتأهله لسوء العمل على أساس أنه يعتمد على نفسه ويشتغل وكمان فيه أهداف تاني زي مثلا أنه يشتغل وفيه أهداف للجواز وأهداف لمساعدة الشباب في الوارشة أنا تدريب قسم لحام كهرباء بتدرب إزاي ألحم بتعرف على معدات المكان إزاي ألحم إزاي أخرط إزاي أتعامل يعني بمعدات المكان ويعني بشكر مبادرة حياة إبدأ لأي فعلا وفرت لنا حاجات كتير أو فرص عمل وإن الواحد يقدر مثلا يعتمد على نفسه يعني أنا إن شاء الله بعد ما خلص هنا هفتح مثلا مشروع هتعلمت كل حاجة على المكان والحاجات دي وعرفتها أخرط إزاي وهلحم إزاي وهعمل إزاي وفعلا بشكر يعني بنشكر مبادرة حياة إبدأ وبنشكر سيادة الرئيس ترجمة نانسي قنقر